ذكر فريق من العلماء أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسام بالرصاص مسؤولان عن وفاة نحو 9 ملايين شخص سنويا منذ 2015 الأمر الذي يقود التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم بينما يستعد قادة العالم لمناقشة تفاقم مشكلة التغير المناخية في قمة كوب 27 تظل الآثار الكبيرة للتلوث جاسمة على أنفاس ملايين البشر حول العالم وبالتحديد في الدول الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة وقد بات تلوث الهواء من الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة كما أنه يتسبب بمرض ملايين الناس حول العالم خاصة في المدن الكبرى بالدول النامية فريق من العلماء أكد أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة وتسمم بالرصاص مسؤولان عن وفاة تسعة ملايين شخص تقريباً سنوياً منذ عام 2015 الأمر الذي يقود التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم ووفقاً لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضرية ساهم بزيادة نسبتها 7% في الوفيات المرتبطة بالتلوث ما بين عامي 2015 و2019 وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية لانسيت لانتيري هيلس على الإنترنت حلل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة وقد خلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوسات التقليدية وأكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه والتربة الملوسة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت شاد وأفريقيا الوسطى والنيجر من البلدان الأكثر تسجيدا لوفيات مرتبطة بالتلوث وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أعرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعا قالت السلطات الهندية أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم في ولاية أسام شمال شرق الهند هربا من فيضانات عارمة وحذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءا نتيجة استمرار تواصل الأمطار الغزيرة وفاض نهر برا هامبوترة أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى منجلدش المجاورة على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في أسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر